السلام عليكم ورحمة الله ازايك وعملين معكم عامر عسلم فيديو النهاردة نتكلم عن نتاج مباراة كأس العالم للسيدات الفين تلاتة وعشرين اليوم الاربعاء اتنين تمانية الفين تلاتة وعشرين النهاردة كان عندنا اربع مباراة عندنا اول مباراة كانت ما بين منتخب الارجنتين ومنتخب السويد منتخب السويد فاز بهدفين وعندنا تلاتة مباراة كانت ما بين منتخب جنوب افريقيا ومنتخب ايطاليا منتخب جنوب افريقيا فاز بتلات اهداف الهدفين عندنا تلاتة مباراة كانت ما بين منتخب جمايكا ومنتخب البرازيل المباراة نتهيت بالتعادل السلب صفر صفر عندنا رابع مباراة كانت ما بين منتخب بنما ومنتخب فرنسا منتخب فرنسا فاز بنتيجة ستة تلاتة نطفل بقى المجمعات عندنا المجمع الاولى منتخب سويسرا بتصدر المجمع بخمس نقاط والمركز التاني منتخب النرويج باربع نقاط والمركز التالت منتخب نيوزلندا باربع نقاط طبعا النرويج والنيوزلندا اللي اتنين متساويين في عدد النقاط لكن فرق الاهداف لصالح منتخب النرويج عندنا المركز الرابع منتخب الفلبين بثلاث نقاط بكده منتخب سويسرا ومنتخب النرويج بيتأهلوا رسميا الى دور الستاشر عندنا المجمع الثاني منتخب استراليا بتصدر المجمع بستة نقاط والمركز الثاني منتخب نيجيريا بخمس نقاط. وعندنا المركز الثالث منتخب كندا باربع نقاط. وعندنا المركز الرابع منتخب ايرلندا بنقطة واحدة. بكده منتخب استراليا ومنتخب نيجيريا بيتأهلوا رسميا الى دور الستاشر. عندنا المجمعة الثالثة منتخب اليابان بتصدر المجمع بتسعة نقاط والمركز الثاني منتخب اسبانيا ب6 نقاط والمركز الثالث منتخب زنبيا ب3 نقاط وعندنا المركز الرابع والاخير منتخب كوستريتا معندوش ولا نقطة بكده رسميا منتخب اليابان ومنتخب اسبانيا بيتأهلوا الى دور ال16 عندنا المجموعة الرابعة منتخب انجلترا بيتصدر المجموعة ب9 نقاط وعندنا المركز الثاني منتخب الدينمارك ب6 نقاط وعندنا المركز الثالث منتخب الصين ب3 نقاط وعندنا المركز الرابع منتخب هيتي ما عندوش ولا نقاط بكده منتخب انجلترا ومنتخب الدنماركو بيتأهله رسميا الى دور الستاشة عندنا المجمع الخامسة منتخب هولندا بيتصدر المجمع بسبع نقاط والمركز الثاني منتخب امريكا بخمس نقاط والمركز الثالث منتخب البرتغال باربع نقاط والمركز الرابع منتخب فيتنان ما عندوش ولا نقاط بكده منتخب هولندا ومنتخب امريكا بيتأهله رسميا الى دور الستاشة عندنا المجموعة السادسة عندنا منتخب فرنسا بيتصدر المجموعة بسبع نقاط والمركز الثاني منتخب جامايكا بخمس نقاط والمركز الثالث منتخب البرازيل باربع نقاط والمركز الرابع منتخب بنا ما معندوش ولا نقطة بكده منتخب فرنسا ومنتخب جامايكا بيتأهلوا الى دور الستاشر والمفاجأ ان منتخب البرازيل بيغادر من دور المجموعات وعندنا المجموعة السبعة منتخب السويد بيتصدر المجموعة 9 نقاط ومنتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني ب4 نقاط ومنتخب إيطاليا المركز الثالث ب3 نقاط ومنتخب الأرجنتين المركز الرابع بنقطة 1 بكده منتخب السويد ومنتخب جنوب أفريقيا بيتأهلوا رسميا إلى دور 16 والمفاجأة برضو أن منتخب الأرجنتين ومنتخب إيطاليا وضعوا البطولة من دور المجموعات بكرة بإذن الله عندنا منتخب المغرب علاع منتخب كولومبيا متصدر المجموع وكل التوفيق للمنتخب المغرب وعندنا مباراة منتخب المانيا امام كوريا الجنوبية فمنتخب المغرب مهمته صعبة ان هو يتأهل من دور المجموعات وممكن يتأهل لكن المهم صعب عليه لان منتخب المانيا كان فاز على المنتخب المغرب في اول مجاراة بستة اهداف لاشيء فرق الاهداف كبير فهي المشكلة في كده لو كان الخسارة واحد ولا اتنين صفر كان هيبقى الوضع اه يعني اسهل شوي اه لكن منتخب المغرب اذا فاز يعني يتأهل بالنسبة كبيرة في حالة خسارة منتخب المانيا او تعادل منتخب المانيا اما اذا فاز منتخب المانيا هيكون الوضع برضو صعب لازم منتخب المغرب يفوز بفرق اهداف وفرق اهداف على المنتخب كولومبيا صعب وكل التوفيق لمنتخب المغرب اشتركوا في القناة